سلاما وسلاما يلي قال بمقامك يا سيدي يا رسول الله يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين ونروح للسؤال اللي بعده من إخواننا الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد في مشكلة كبيرة يا شيخ عايزة أخد رأيك فيها ابني 14 سنة طلب مني طلب غريب مش أدري أصدقه حس أن أنا بحلم طلب مني حطي إيده على منطيع حساسة في جسمي أنا خفتي منه مش عارفة أتعامل معاه إزاي وخايفة أقول لباباه طيب هو يعني إلى 14 سنة أنا هقول أمور عامة الأول علشان إحنا بنخطئ فيها الأصل في البيوت السدر مع كامل احترامي للتربية الحديثة وللتربية الإيجابية ولجروب الممز خلاص كده أنا أسمع بعض الأمور من شباب في نفس السن وأكبر شوية وبيصلي معايا حينما كنت إماما وأشرف بالإمامة وما كنتش أقدر ساعد الولد إلا بمسكنات يعني الولد في سن حرجة في سن تكاد يكون الشيطان كدستولى عليه مهما كانت طاقته الإيمانية الفراغ ما نعيش فيه من مادية صارخة من إباحية فجة من انفتاح لا تسأل عنه أحد ويكفيك أن تعلم إن ابن الصغير أصغر واحد عندي يعرف على الموبايل اللي أنا معرفوش ويعرف في أدوات التكنولوجيا اللي أنا معرفوش وأنا بستشير سيادته يعني لما كنا عايز أعمل حاجة أقوله بعد إذن سيادتك أعمل إيه ممكن تحليلي ده ممكن تعملي دي إحنا ما نعرفش طيب وبالتالي خلينا نقول إن في وسط كل واحد فينا بيدور على أكل عيشه الله يعيني الناس كلها والأم طول النهار بين المطبخ وبين قضاء حوائجهم ما عندهاش الوقت الكافي ولا الأب لمراقبة ماذا يشاهد الولد أو البنت لسيما من غير ما تزعله إحنا عايزين لاح دماغنا فكل واحد ما سيكترفونه وقافل عليه الباب فوقته ويكاد نكون ما بنكتمعش إلا عشان الغداء أو العشاء وأظن دي كمان عادة ده صارت يعني أظن إن ما فيش حد النهاردة بكتمع للغداء أو العشاء إلا مراحمة ربي إلا لسه العائلات يعني اللي نضرون عليها زي حالتنا كده عائلات متخلفة لازم يتعاشوا مع أبوهم طيب تخيل بقى في غضون ده كله الولاد كانوا يجوني والله يشتكوني من إيه إن الأم سنها صغير وبتلبس ملابس صارخة الأخت أكبر منهم عندها مثلا 18 17 19 وبتلبس ملابس صارخة طيب إنت أتحداك لو داعية أو عالم أو وعز وجيت رجعتي للأم تقول لك يا شيخ أنا هاخد رحتي إمتى واخد رحتي فين على راسي خد راحتك ولكن بضوابط بضوابط أني معاكي شباب أنا ما بوجهش السؤال أو الكلام ده لصاحبة السؤال والله ولكن ده ذكرني بالله أنا بقوله لكو ده فبضوابط ولكن مع مراعاة اللي معاكي في البيت خلاص طيب الولد ده مطلوب من إيه نحتوي ما نخافش منه خالص أبدا وكونه تكلم يبقى ده ولد سوي بس نذهب به إلى استشارة أو طبيب تعديل سلوك ما نقولش البابا ليه لأن الأب ممكن يكون زي حالتي عصبي همجي ما بتعملش اللي بإيده ما بتعملش اللي بالخرزانة ما يعرفش يتكلم مع الولد ما يعرفش يتحاور مع الولد لا فكون الولد جالك أنت يبقى أنت مصدر أمان حتى وإن أخطأ التعبير وأظن أن أنت مش خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التفريق وطبعا في التشابه وفي المساء لما دخل عليه الصحابي وقال أذن لي بالزنة خدي من هنا بقى التعليم النبي ادد له ألمين قال للصحابة ده ما ترباش أبدا إئذن لي بالزنة في وسط الصحابة فالنبي علم أن ذلك الشاب اشتدت عليه شهوته واستولى عليه الشيطان وجاء إلى الحضن الآمن والملاذ الآمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلبوا منه الإذن بالزنة يبقى في الخير يبقى في الإيه الخير فابنك في الخير ده لأنه وجالك أنت ها والحمد لله ما فضحناش برا صح ده في خير ده من وجهة نظري تتفكوا معي أو تختلفوا طب النبي عمل إيه نعمل زي النبي كده صلى الله عليه وسلم قال له أفترضاه لأمك قال عافان الله وإياك يا رسول الله قال كذلك الناس لا يرضونه لأمها دين أفترضاه لابنتك قال عافان الله وإياك يا رسول الله قال كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم أفترضاه لأمتك فضل النبي معاك كده تدريك لحد ما الشاب قال له أدعوا الله لي يا رسول الله أدعوا الله لي يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع الأدوية من عندهم الصيدلية اللهم طهر قلبه وحصن فرجه وزك نفسه فمشي الشاب من عند زيدنا النبي يقول وما على الأرض أبغض إلي من الزنا شمعنا علشان النبي عرف يتعامل معا صح فياري تعرف تتعامل مع ابنك صح نروح لاستشار سلوك وإن شاء الله الأمر هين لين ونقرب الولد من ربنا والرائب الولد كده من بعيد نشوف الولد بيتفرجوا على إيه وما نحاولش نسرهم وأسأل الله العلي القدير في هذه الساعة المبركة أن يهديه بهدايتي وأن يعفه من عندي وأن يرزقه الخير كله وأن يجعله قرة عينك اللهم آمين وخدوا بالكم أنا بقول لكل إخوانا مثل هذه الأسئلة مش عيب ومش عار وما فيهش مشكلة خالص أبدا وما خب من استشار إنما نسكت ونتعامل بغباء هو ده العيب والعار خلاص